أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحق 4109 حالة مرضية حتى ظهر اليوم وتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية للحق عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معضية بين الحجاج المصريين لفتا إلى استمرار الفريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معضية أو غير معضية وعقد ندوات تثقفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحقاج